النهاردة انطلقت مباريات دور الستاشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واللي بتصطدفها نصر حالياً وبتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري وهيلعب النهاردة منتخب المغرب مع نظير ومنتخب بنين في نفس التوقيت المحلي على أستاذ السلام وكمان هيلتقي منتخب أغندا مع نظير ومنتخب السنغال في تمام ساعة مساء على أستاذ القاهرة الدولي ومن المقرر بإذن الله بكرة أنه تستكمل مباريات دور الستاشر واللي هيلتقي فيها منتخب نيجيريا مع نظيره الكاميروني الساعة 6 مساء على أستاذ اسكندرية وهيلعب منتخب مصر مع جنوب أفريقيا الساعة 9 على أستاذ القاهرة الدولي ده في الوقت اللي أكد فيه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المكسيكي خفير أجيري جاهزية محمد صلاح لخوض المباراة المرتقبة للفرعنة أمام جنوب أفريقيا وده بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات مبارح بسبب إصابته بنزلة برد واللي دفع الجهاز الطبي للمنتخب لإرحته من المران بعد الاتفاق مع المدير الفني للفرعنة ومن المقرر أنه تختتم منافسات دور الستاشر يوم لاثنين المقبل وده يكون بإقامة مبارتين مالي مع كوتفور الساعة 6 مساء على أستاذ السويس وغانا أمام تونس الساعة 9 مساء في نفس اليوم على أستاذ الإسماعيلية